يا مساء الخير وأهلا وسهلا بكل أهلوية بيتابعونا ويبدعوا عنا حلقة جديدة من السادسة تحياتي لحضراتكم تحت عنوان المطاردة ما زالت مستمرة يلتقي اليوم طبعا الأهلي مع اسموحة لقاء المطاردة ليه بقول لحضراتكم كده لأن الحقيقة يمكن الأهلي ما زال يبحث عن صدارة شرعية لجدول ترتيب بطولة الدولي وما زال يطارد الزمالك وبيرامدز اللي بيحتلوا المركز الأول والثاني على التوالي رغم أن الأهلي يتبقى لي أربع مباريات مؤجلة أو أربع مباريات من ضمنها مباريات النهاردة اللي لسه ما لعبناهاش الزمالك في الصدارة برصيد 51 نقطة بيفصلنا عنه سبع نقاط لو أضفنا عليهم الـ 14 أو الـ 16 أو الـ 12 نقطة اللي الأهلي إن شاء الله بإذن الله أخذهم من مطشط المؤجلة ده معناه أننا نتصدر جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن الزمالك المتصدر الحالي وبالتالي الأهلي يطارد الزمالك وبيرامدز سعياً للوصول إلى صدارة الترتيب لكن على النحية الثانية الحقيقة اللي زاد من إصارة مباراة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هي فكرة نتيجة مباراة طلاع الجيش مع فيوتشر طلاع الجيش وفيوتشر والسموحة الفانية اللي على لعبه النهاردة بيحتلوا المركز الرابع والخامس والسادس على التوالي لكن نهاردة واحد من الدوافع اللي يمكن هتزود شوية من صعوبة المباراة أنه سموحة بيسعى إلى حصد التلات نقاط بالنسبة له التلات نقاط دول يفرقوا معاه كتير جداً ويدخلوا مربع دهبي مع الأهلي ومع الزمالك وبيرامدز لأنه المنافسة على دخول المربع الدهبي كانت أو بقت محصورة بشكل كبير جداً بين التلات فرق دول فيوتشر تسعة وتلاتين نقطة سموحة لعب مباراة أقل وعنده ستة وتلاتين نقطة ومعاهم طبعاً طلاع الجيش الأهلي يطارد زمالك وبيرامدز وسموحة يطارد فيوتشر ولكن في النهاية الحقيقة تبقى بعيداً عن حسابات النقط وحسابات الترتيب في جدول الدولي تبقى الحقيقة مباراة الأهلي وسموحة واحدة من المطشاط اللي فيها كور لأن الفرق تل الحقيقة عندهم جهازين فنيين حقيقة سواء طبعاً كابتن سامي أمصان اللي أدى في ظروف استثنائية وصعبة جداً مطشاط هي الأصعب يمكن في مسابقة الدولي والكاس من حظه طبعاً أنه جاء في مواجهة بعد رحيل مستر موسيماني اللي بدين ليه فضل كبير وهقول لحضراتكم ليه لكن كابتن سامي أمصان تولى في مسؤولية بعد رحيل مستر موسيماني كان عنده مواجهات صعبة يمكن تكون أصعب على مدار الموسم تتكلم على الزمالك وتتكلم على وطبعاً مباراة القمة واحدة من أصعب المطشاط تتكلم على بيرمز اللي جاهز أو اللي كان جاهز لمواجهتنا في دول التمانية في كاس مصر القديم أو نسخة القديمة بتاعت الموسم اللي فات بفول سكوات تقريباً في حين أن انت كنت بتعاني من نقص عنيف جداً وجديد جداً ورغم كده قدر الحقيقة مش بس الحقيقة كابتن سامي أنه يحقق نتائج مرضية لجماهير نادي الأهلي لكن كمان قدر أو حسنا معاه أنه كيرف الفريق سنة بسنة ودرجة بدرجة بيعلى وده يمكن يصب في مصلحتنا النهاردة يعني الأصعب دلنا نتخطاه بسهولة النهاردة إن شاء الله تكون المباراة أسهل نسبياً وعتقد كمان أنه اللي يدي أو يزود شوية من نسبة لاتمقنان بالنسبة لنا هي فكرة الحل المعنوي كل يوم عن الثاني وكل مباراة عن الثاني أعتقد أنه الحالة المعنوية والضوافة عند اللعيبة اللي تقدر تقول أنها فائت في الفترة الأخيرة حتى رغم الغيابات في أحسن أحوالها ونتمنى إن شاء الله أنه ده يترجم النهاردة بمناسبة كلامي عن الأمان والاطمقنان وواحد بس خلينا نرجع لمستر موسماني ولازم ندي الراجل حقه لأنه يمكن الراجل في آخر أيامه مع النادي الأهلي ما كانش الأداء في أعلى مستوياته ويمكن كان فيه نزيف نقاط كده نوعا ما خل الناس تقلق شوية على مشهور النادي الأهلي وعلى فرص قدرته على المنافسة على البطولة لكن خليني أدري أو أرجع الحق لصحابه رغم نزيف النقاط ده وأنا كنت أكلم حضراتكم رقميا دلوقتي وحسبين أنه الأهلي لو لعب مطشطه المؤجلة وحصل على العلامة الكاملة يقدر يتفوق على أبرز أو أكبر منافسي في البطولة بفارق خمس نقاط وده يعتبر إلى حد كبير فارق نوعا ما ممكن يكون مريح والفضل في ده البداية القوية جدا اللي لعب بيها النادي الأهلي في بداية الموسم والأداء الأكتر من رائع اللي شاهدناه في بداية الموسم مع مستر موسماني والفضل هنا لابد أنه نعترف به المستر بيتشو موسماني الحقيقة البداية القوية جدا هي اللي خلت الأهلي رغم تراجع المستوى وحالة الإجهاد والغيابات والإصابات وفقدان النقاط أنه مازال عنده فرصة كبيرة جدا وحظوظه مازالت مستمرة فيما تعلق بصدارة البطولة أجي بقى لقصة الأمان والإطمئنان الأمن والأمان هم إحساس والمسؤول الأول عن إحساسك بالأمن والأمان في فرقتك هو بلا شك وبدون منازع حرس المرمى حرس المرمى يطمنك أو يخليك دايما حطت إيدك على قلبك في كل كرة رايحة عجول وإحنا أنا مش أقول أسماء لكن طبعا طول عمر النادي الأهلي ومدرسة حرس المرمى في النادي الأهلي بتقدم حراس عظام عظام بمعنى الكلمة مش بتكلم بس على المستوى المحلي لكن تقدر تقارن أسماء كتير جدا كانت شايلة مسؤولية حرس المرمى في النادي الأهلي في عصور مختلفة وفي أجيال مختلفة بحراس عالميين ويمكن وأنا بدلل على الكلام ده لو قلت لكم مثلا على دور حارس مرمى زي مثلا تيبو كورتوا مع ريال مدريد في موسم كان بيعاني فيه ريال معاناة شديدة جدا كان ليه دور عظيم جدا في تاتويج الريال بالليجة في أسبانيا وبالشامبيونز ليجة على مستوى أوروبا نفس الدور ده لعبه الحارس العظيم الحقيقة محمد شناوي في فترات كتيرة جدا الحقيقة يمكن اللي ماشي شناوي كمان أنه مش بس دوره جواه الملعب لكن دوره كقائد للفريق والدور اللي بيقوم بيه بره الملعب في قط اللبس دور كبير جدا عشان كده احنا الحقيقة حبينا نبتدي النهاردة حلقة لمحمد شناوي محمد شناوي اللي تعرف عنه أنه الأخطابوت ومازال محمد شناوي هو مصدر الأمن والأمان لجماهير النادي الأهلي والجماهير منتخب مصر واحدة من الإيجابيات اللي برضو لازم ناخد بالنا منها الفترة الأخرانية هي أنه تقريبا يعني كل مهاجمي النادي الأهلي سجله وبالذات في المطشات الصعبة يعني في مطش الزمالك شريف سجل وصلاح محسن سجل وفي مطش بيرامز الأخراني في الكاس طاهر سجل وحسام حسن كمان سجل وبالتالي بتهيقلي أنا عارف طبعا أنه يعني الهداف عموما أو المهاجم عموما حالته المعنوية وتركيزه في المباراة مرتبط دايما بأنه يبقى بيهز الشبكة وبالتالي أعتقد أنه الأربعة النهاردة إن شاء الله أنا معرفش ممكن مين كابتن سامي قمصاني يبتدي به بس الأعرب للبدايات هتكون محمد شريف وطاهر وممكن صلاح محسن ياخد من بداية المباراة لكن في النهاية كله أعتقد جاهز وكله المشاكل اللي ممكن كانت موجودة بره الملعب ومؤثرها على اللعيبة في الملعب ممكن إلى حد كبير جدا تبقى انتهت بالنسبة لهم وكلهم الحقيقة النهاردة نازلين فراش نازلين حاسين أنه هما يقدروا يسجل وماتش طبعا المحلة كان قفشة وشريفة بالتالي الحقيقة يعني كله قريب من التسجيل وبالتالي دي واحدة برضو من النقاط الإجابية اللي ممكن يكون لها تأثيرها النهاردة طيب خلينا نروح اسكندرية نهاردة صهرة من صهرات الصيف الحلوة بنرجع مرة تانية أنا بحب السادة اسكندرية جدا 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 يمكن الجيل الجديد تتعود أكتر على برج العرب لكن أنا بالنسبة لي السادة اسكندرية واحد من التحة في البنية تحتير يضايا في مصر بحب قوي ماتشاط اللي بتتلاها فيه جوه وشكله يعني حالته اسكندرية كمان طبعا لها طعم تاني وخصوصا أننا بنستقبل الصيف كل سنة وانتوا طيبين خلينا نروح لكريم أحمد من داخل معسكر الفريق في اسكندرية يطمننا على أخبار الفرقة ويحكي لنا على تفاصيل اليوم النهاردة قبل ساعات بسيطة من بداية المباراة يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك طبعا زميل العزيز أحمد سمير تحياتي لك في البداية وتحياتي والشكرة أيضا كمان موصول جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي كنت بتكلم في بداية الحلقة كريم على فكرة المطاردة وأنه الأهلي مازال يبحث عن صدارة شرعية لصدارة جدول الترتيب يطارد الزمالك وبيريمتز لكن كمان دخل في حساباتنا فكرة مطاردة سموحة لفريق فيوتشر على الدخول في المربع الدهبي بيفصل بينه وبين بعض 3 نقاط لصالح فيوتشر فبالتالي الدوافع موجودة النهاردة عن سموحة غير طبعا أنه سموحة من الفرقة اللي عودتنا أنها بتلعب مطشات كبيرة قدام الأهلي ووحدة من الفرقة اللي عندها كرة محترمة فإحنا على معاد مع صهرة يعني كروية إن شاء الله تكون مميزة وإن كنا نتمنى أنه الأهلي يحسمها طبعا لصالحه تكلمنا على أخبار معسكة الفريق في اسكندرية واستعداداته جدول أو يعني جدول أعمال الفريق النهاردة ابتدى إزاي يوم ومش إزاي وتكلمنا على الساعتين اللي فضلين قبل المباراة يعني طبعا زي ما أنت بتقول زميلي أحمد هو النهاردة تحدي من التحديات القوية جدا للعيب تنادي الأهلي والجهاز الفني يعني بنلتمس العزر في كل مرة نأكد على هذا الأمر الجهاز الفني واللعبين لا الجهاز الفني بيقدر يعالج أخطاء ولا يعمل ريكافري ولا اللعبين بتقدر تريح ومطالب كمان لعيبة النادي الأهلي في كل مباراة أداء كالعادة يكون بكل رجولة وبكل قوة ونتيجة تسعد كل جمهور النادي الأهلي فإن شاء الله بإذن الله النهاردة تزايم العيبة النادي الأهلي معودانا بالإصرار الكبير والحماس الشديد جدا اللي شايفينه الكل عارف أهمية هذه المرحلة زميلي أحمد وده نقطة مهمة جدا لكل لعيبة النادي الأهلي مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف المحيطة بفريقة للنادي الأهلي لكن لعيبة النادي الأهلي عرف الأمور ماشي أزاي عرف أهمية المباراة عرف بطولة الكأس لها حسابات عرف بطولة الدور لها حسابات الأمور ممكن صعبة شوية طبعا على التلاحهم الكبير لعيبة النادي الأهلي فيها المباراة لكن إن شاء الله بإذن الله يقدر الجهاز الفني مع الكابتن سامي أمصان الحقيقة اللي بيقوم بدور كبير جدا على مدار المباريات الماضية وإن شاء الله بإذن الله نهاردة كمان يعني إحنا مش هنقول ختمة مع الكابتن سامي أمصان طبعا موجود مع الجهاز الفني لكن ختمة إن شاء الله نهاردة يكون للكابتن سامي أمصان جايق جدا كالإدارة الفنية الفريق النادي الأهلي وأيضاً كمان مع لعيبة النادي الأهلي في حين الإعلان الكل المنتظر طبعاً عن الجهاز الفني الجديد المدير الفنية الجديد من мнظرينها من مجلس إدارة النادي الأهلي لكن لو بنحط طبعاً كل جمهورنا في الأجواء وحالة اللعبين ومدى حالة التركيز الحالة المعنوية اللي كانت واضحة بشكل جبير جداً المرتفعة الحقيقة من تدريب الأمس اللي كان جيد لعيبة النادي الأهلي حضور كابتن محمود الخطيب أمر بيكون يعني مفرح لعيبة النادي الأهلي ورسالته بيكون مهمة جداً كابتن خطيب طالب كل لعيبة التركيز فقط في المباراة أي أمور خارج الإطار أو خارج لعيبة النادي الأهلي أو خارج المستطيلة الأخضر لابد أن أحنا نبعدها تماماً يكون تركزنا في المباراة وده الحقيقة اللي بيعمله لعيبة النادي الأهلي وبيعمله كابتن ساعبد الحفيز الجهاز الفني الفصل المهم جداً لأن الخبرات موجودة وهي دي المرحلة اللي بيتبين و بتميز لعبة النادي الاهلي احنا ببنؤكد على القيمة الكبيرة لعبة النادي الاهلي ان احنا عدد كبير من القامات والكبات المتوجدة تقدر ان هي تتكلم وتخلق دوافع وتقدر ان هي تحفز اللعيبة كلها ويمكن كمان بنشوف زياد و بنشوف عدد كبير من اللعيبة فمتطمينين الحمد لله ثقة بحظر ده اللي احنا شايفينه مع لعبة النادي الاهلي في كل مباراة بتكون وصق بنفسها بشكل كبير جدا لكن الحظر موجود لأن الدوافع موجودة على الفريق المنافس كل مباراة لأي فريق بيقابل النادي الأهلي هي مباراة بطولة الكل بيحاول سوى نفسه كلاعبين أي مدير فني بيقابل النادي الأهلي بيحاول أنه يغلق مساحاته يعمل تكتلات فيمكن عشان كده العادة النادي الأهلي بتبزي المجهود كبير جدا مع الجهاز الفني الحلول التغييرات هتقدر تعمل إيه فيارب إن شاء الله النهاردة كابتن سيم أمسان يكون موفق في اختياره للتشكيل وأيضا كمان يكون موفق فيه الإدارة الفنية من خارج الخطوط ولعبطنا يا رب إن شاء الله كالعادة من 90 ديئة من نار يا رب 11 راجل يكونوا متوجدين كالعادة في هذه المباراة يهدوا العليم والتوفيق إن شاء الله لو معنا نقدر أن نحن نحقق نتيجة هتساعد النادي الأهلي بشكل كبير جدا في بطولة الدور العام متوجدين زميلي أحمق كالعادة في مقار طبعا اللقامة هنا في الأسكندرية خلاص يعني أقدر أقول لك لحظات بسيطة جدا وتبدأ المحاضرة الفنية الأخيرة لفريق النادي الأهلي قبل التوجه للستاذ الأسكندرية المحاضرة متجهزة طبعا هي تكون 7 و 13 دقايق فقط لغيرها تكون المحاضرة على أن توجه لعابة النادي الأهلي وأيضا كمان الجهاز الفني 7 ونص إلى استاذ الأسكندرية الاستاذ بيبعد 20 و 25 دقيقة نوصل إن شاء الله قبل المبركة العادة بساعة ونصف الأمور الحمد لله طيبة بشكل كبير جدا زميلي أحمد لكن زي ما أكدنا الغيابات والإصابات اللي غايبة عن لعابة النادي الأهلي لابد أيضا كمان إن احنا نقول إن في عدد كبير راجع طبعا لي قائمة فريق النادي الأهلي ومنها إن شاء الله فيها التشكيل الأساسي يعني أيضا نقول النهاردة حمدي فتح جاهز بكل قوة حسين الشحات أيمن أشرف علي لطفي محمد عبد المنعم اللي كان بعيد بشكل كبير جدا على المبارات الطمين عنهم في التدريبات الحمد لله الجدية موجودة وجهزين فنيين وبدنيا خارج القائمة النهاردة الرباعي بدر بنون محمود متولي محمد محمود وعمر للسولية عمر للسولية مفهوش أي شيء عشان ممكن تفقى في اكتهادات كثيرة جدا عن عمر السولية هل مصاب الأمور دي لا الحمد لله عمر السولية مفهوش أي شيء لكن الضغط كبير إحنا عندنا مباراة يوم اثنين ثم مباراة يوم خمسة مباراة يوم اثنين في بيترو جيت في كأس مصر ثم مباراة يوم خمسة في الجونة صفر إلى الجونة فيمكن روتيشة مهمة جدا حقيقة لكابتن سامي ومصان والجهاز الفني وده اللي بيقوم وبيطبقوا بشكل كبير يا رب إن شاء الله النهاردة يعني الأمور كلها يكون معانا الجمهور منتظرينه يكون خارج الفندو يعني وما بنيجي على طول السادة الأسكندرية جمهور النادي الأهلي بيقابل لعيبة بينادي عليهم بيحفزهم فمنتظرين إن شاء الله بإذن الله في خلال الساعة القادمة جمهور النادي الأهلي يكون متواجد سواء خارج الفندو وفي المدرجات إن شاء الله كدعم وصنة حقيق الفريق النادي الأهلي في مباراة اليوم الأهلي واسموحة في الجولة 23 من بطولة الدورة إن شاء الله متفقلين جدا 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 وحقيقة كابتن سامي ومصان مش محتاج يزبط الحقيقة كفاءة هو أثبت الحقيقة جدارة كبيرة جدا وتعامل في ظل ظروف صعبة جدا والسثنائية جدا بمنتهى الزكاء الحقيقة وقدر يحقق أكتر من المطلوب منه محدش كان يقدر يرومه في ظل الزروف دي لو تعرض لقدر الله لخسارة أو لأكتر من تعادل لكن الحقيقة أثبت إنه جدير بثقة مجلس دارة النادي الأهلي اللي حطتها فيه طبعا بعد رحيل مستر موسيماني بشكرك شكرا جزيلا زمنا العزيز كريم أحمد ومناسبة كلام كريم على اللي برة القايمة الحقيقة أطمن حضراتكم أنا عارف إنه يمكن فيه كلام كتير كان على سوشال ميديا على إنه الاستبعاد ده بسبب صباته خصوصا الكلام كان على السلائة لكن السلائة الحمد لله هو القرار بس لأنه السلائة تقريبا تقريبا يعني عنديش رقم محدد بس يعني لو تبعت كده آخر مواسم أكتر لاعب في الكرة المصرية شارك في مطشط هتلاقي عمر السلائة مع منتخب مصر في كاس العرب مع منتخب مصر في تصفيات كاس العالم مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا مع الأهلي في مطشط بطولة دولي الأبطال في كاس السوبر في كاس العالم وبالتأكيد في المسابقات المحلية فأنا ما بيتهيقليش أنه في لعب في الكرة المصرية كلها لعب هذا الكام من المطشط في فترة زي دي قد عمر السلائة وبالتالي قرار كابتن سامي أمصان وإحنا كنا نحسين بعمر في الفترة الأخيرة يمكن في الملعب مش هو ده عمر اللي احنا يعني رمانت الميزان زي ما احنا متعودين عليه فبالتالي كابتن سامي أمصان شايف أنه هو يريحه شوية ياخد نفسه لأنه احنا عندنا تقريبا كل ثلاث يمطش في الفترة اللي جاية رجوع حمدي مع ظهور ديانج اللي جي وما جيش يعني هو ديانجي طبعا الحمد لله حمد لله على السلامة لكن طبعا ما ظهرش وما تتوقعوش أنه كل العائدين من الإصابة برضه عشان جميل بتأفاكرة أنه مجرد ما الجهاز الطبي بيعلن شفاء لاعب ونشوفه في التمرينة مع الفرقة ونشوفه بعد كده في مطشط أنه هيوصل للفرمة يعني في أول مطشط طبعا بتاخد وقت شوية بالذات مع لعيبة مجهدة على مدار أكتر من ثلاث مواسم نتمنى إن شاء الله واسخين يعني الظروف علمتنا أنه آية 11 بيلبسوا تيشرت النادي الأهلي بيقدوا ونجوم كتير جدا تألقت في الفترة الأخرانية ربيعة من المتقلقين ياسر إبراهيم أكتر من رائع كوكا ولد زياد حتى في الوقت اللي بياخدوا يطمنك ويقول أنه عنده لعيبة لعيبة عنده شخصية وروح الفنالة الحمرة طاهر مكسر الدنيا شريف وحسام حسن بيسجله فعندنا أسماء كتير جدا تقدر ترمي عليها بتقلك وتبقى متطمن إن شاء الله أنهم ممكن يخلصوا أي جيم لصالح الأهلي فاصل ونرجع نتكلم بقى في تفاصيل أكبار حلقة النهاردة إحنا بنتكلم على بيزنس في صفقة واحدة من دول طبعا تجارب ملهمة جدا بس أنت بتكلم على صفقة واحدة من دول بالإضافة للاستفادة الفنية من قدرات اللعبة اللي أنت بتشوفه العين الخبيرة اللي بتلقط بتختار بتراهن على المستقبل وتاخد منها للفريق استفادة فنية كبيرة جدا وتقدر كمان تحقق بيزنس بالتلاتين والاربعين والخمسين مليون يورو يعني نتكلم في المبالغ تقترب تقريبا في صفقة واحدة من مليار جنيه وطبعا الحقيقة يعني الملفت بالنسبة لي أنا عارف أنه فيه تجارب كتير جدا وفيه عن ده كتير بتشتغل على ده آه ممكن ما يكونش فيه استفادة فنية يعني لما تيجي تبص على الأكسا مستدام تيجي تبص على بروسيا دورتموند وتشوف حجم الصفقات اللي عملوها في آخر عشر سنين اشتروا الصفقات دي بكام خد مثلا على سبيل المثال بروسيا دورتموند جوتسي ليفندافسكي سانشو عثمان دامبلي وأخيرا طبعا ليفندافسكي اللي هقول لحضراتكم على قصته مع بشورة النهاردة والجديد فيها لأنه الدنيا بتقرب جدا وتشوف حجم الصفقات دي النادي استثمر فيها كام واستفاد بوجود اللعيبة ملايار التقيل قد ايه وبحهم بعد كده فكان فيه عائد مادي كبير جدا للنادي من خلال الصفقات اللي وآخرهم طبعا إيرلينج هالند صفقة القياسية اللي انتقل بمجابها النرويجي الدولي لمنشسر سيتي على كل أحوال أنا بشوف أن فيه أسواق كتير جدا يعني نفسي الأندية المصرية عموما تتحرك فيها مش بس أفريقيا منجم كبير جدا والحقيقة الأهلي منها جاب صفقات كتير جدا على مدار السنين طويلة استفاد منها بشكل فني وقدر كمان يعيد استثمارها بشكل كبير جدا في المقابل المادي خلينا روح مع حضراتكم لأول أبتدي قبل ما روح للمركاتو أقول لكم الجديد الدنيا النهاردة كلها بتفنش مركاتو انت الصفقات بتتقفل واحنا الموسم مستمر تكلمني زي عن احتراف واتكلمني زي عن تسويق قدرة الأندية المصرية إنها تسوق لعابتها برا في الخارج ممكن يبقى فيه عروض كبيرة جدا 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 عروض مغرية للأندية وللعابين في نفس الوقت عشان تنتقل لدوريات أكبر لأندية في الدوريات الخامسة الكبرى في مقابل المادي يضيف للأندية لتسمح لها بتجديد موارد تقدر تجيب بها صفقات تانية أو تصرف على لعابين من الدوري المحلي فالعجلة تدور وانت لسه الموسم عندك لسه قدامه شهرين لكن في جميع الأحوال قبل ما ادخل في المركاتو خلينا أكلم حضراتكم هي قصة وحكاية الحقيقة أكتر منها خبر حكاية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر والكلام الحقيقة على مطالب الاسم الجديد اللي اضطرح مؤخرا الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش كلام متضارب بشكل كبير جدا لدرجة من الصعب أنك أنت تلمس الحقيقة بشكل مطلق لكن في النهاية قصة تبتدي منين؟ من كارلوس كيروش اللي كان زي ما بيقولوا كده قابق أو صين أو أدنى من أنه يرجع تانية تولى مسؤولية تدريب منتخب مصر ولكن مشكلة صغيرة جدا حصلت قدت لتغيير الأحوال بدرجة 180 درج المشكلة أنه تم الاتفاق على تزليل كل العقبات وتلبية كل الطلبات اللي طالبها البرتغالي كارلوس كيروش للعودة يعني عشان يشرفنا مرة تانية في مصر ويتولى تدريب المنتخب الوطن كان فيه مشكلة وأزمة صغيرة كده حصلت على هامش عدم حضوره لواحد من المؤتمرات الصحفية في بطولة أفريقيا وكانت نتج عنها غرامة قرر الاتحاد المصري أنه يحملها على مستحقات كارلوس كيروش وراجل غضب غضب شديد جدا وابتدت الملاسنات والاتهامات المتبادلة واتهامات الحقيقة في غاية السوق يعني تبس كل المسؤولين في اتحاد الكرة القدم المصري وفي النهاية بازت الديل أو بازت الديل وقرر كارلوس كيروش أنه ما يرجعشه مرة تانية لتدريب المنتخب الوطني في نفس التوقيت ده يمكن اتطرح اسم باولو سوزا واحد من المدربين ونا يمكن كنت من يومين أو ثلاثة بتكلم مع طبعا العملاق الألماني أوتمر هيتسفيلد في السادسة كنا استضفنا طبعا اللي تابع الحلقة ومن ضمن الكلام لأنه كان تولى تدريبه في مرحلة من المراحل تولى تدريب باولو سوزا يعني وامتابعه وعارف أخباره وسألته على الاسم وهل بتشوف أنه ممكن يكون لي بصمة وممكن يكون مفيد للمنتخب الوطني في الظروف وراجل حقيقة شاد به وبإمكانياته بشكل كبير جدا لكن يبدو أنه غضب كارلوس كيروش ورغبته في الانتقام من مسؤولين الاتحاد خليته يتواصل مباشرة مع باولو سوزا وبناء على المكالمة اللي حصلت بينهم الرجل رفض أنه يتولى أو رفض العرض المقدم لي من الاتحاد الكرة المصري يتولى تدريب المنتخب الوطني ويبدو أن الموضوع أصبح لعنة ويمكن ده غضب ربنا على اللي حصل مع كابتن إيقاب جلال فبيعاقب المسؤولين في الاتحاد الكرة الله أعلم ممكن يكون وارق لكن في النهاية حتى فلاديمير بيتكوفيتش اللي تقال عنه أنه قرب بشكل كبير جدا وكان لي بعض الشروط المتعلقة بالأشخاص اللي هيكونوا موجودين في الجهاز الفني ومنهم مدارب حراس المرمى كابتن عصام الحضري كان فيه إصرار أنه رجل ييجي برجالته هنا في مصر وكان فيه رغبة من اتحاد الكرة أنه يدي مساحة لبعض العناصر زي كابتن محمد شوق وكابتن عصام الحضري الفرصة أنهما يحتكوا بمدارس أكتر ويكونوا بيكتسبوا خبرات أكبر لكن رغم أنه الكلام يمكن في الساعات الأخيرة لغاية النهاردة الصبح كانت بتقول أنه الصفقة على وشك أنت تم وأنه الرجل قريب جدا من تولي المهمة لكن الأخبار اللي جات لي قبل الهوى على طول مباشرة أنه الرجل بقى بعيد تماما عن الموافقة على تدريب المنتخب الوطني وفي انتظار الساعات القادمة هل من الممكن يجد فيها جديد وأنه يكون فيه محاولات لإقناع الرجل بوجهة نظر المسؤولين في تحاد الكرة وبالتالي رجل ممكن يعيد نظر في القرار ده ولا نبتدي نفكر في اسم جديد لكن لسه هنفكر ونفكر نروح سريعا جدا للميركاتو وأنا كنت بتكلم على تجربة دورتموند قلت أنه أقدم طبعا هدية لمنافس الأكبر ليه في البونزليجا وهي طبعا روبرت ليفندوسكي روبرت ليفندوسكي يمكن يكون واحد من أفضل هو بالفعل أفضل مهاجم في السنوات الأخيرة وخد لقب الأفضل بجائزة دابست لكن في النهاية خلينا أقول لحضراتكم أنه كان فيه كلام كتير على رغبته هو الشخصية فإنه يلعب للبلاو جرانا لفريق باشدونة حلم من أحلام حياته وحاسس أنه مش هيدر يضيف جديد أو يحقق جديد مع بايم يونيخ فيه البطولة الدوري الألماني وأعلن مرارا نتكرار لكن الصفقة رغم أنه البرت ستقدم بعرض أول وعرض تاني مع بعض الإضافات أو البنود المكملة لقيمة العقد حضراتكم عارفين بيبقى فيه قيمة عقد بتقضيها النادي وبيقى فيه بعض البنود المرتبطة بنسب المشاركة بعدد الأهداف مرتبطة بتحقيق بطولات العرض الأول كان 30 مليون يورو وده عرض ما ردش عليه أساساً باير ميونيخ والعرض الثاني رفع باشدونة عرضه ل35 مليون يورو و5 مليون تانيين أكسترس كده وبرضو رفض هنا رفض هنا رد باير ميونيخ برفض العرض الأخير واللي من الممكن أنه يكون بيساهم في نجاح الصفقة هو 40 مليون يورو بالإضافة ل5 مليون آخرين يتقضاهم البيرن في حالة نجاح البرسا في تحقيق ألقاب وده العرض الأقرب للقبول لأنه الحقيقة رغبة ليباندوفسكي هتكون واحدة من الحاجات المؤسرة جداً في عام الانتقاله من ميونيخ لبرشلون الصفقة الثانية وهي اللي أصر عليها الحقيقة إيريك تنهاج المدير الفني الجديد لمنشستر يونيتد هي الصفقة اللي ارتبطت برحيل فرانكي ديونج نجم طبعاً آيكس السابق ونجم منتخب هولندا من البلاو جرانا أو من برشلون للمان يونيتد في الموسم القادم وصفقة يمكن برضو انتظرها عشاء الإنتر بشكل كبير وخصوصاً بعد موسم أكتر من رائع وكان واحد من أهم أسباب تتويج الإنتر ببطولة الدوري الإيطالي طبعاً الصفقة بتتم على سبيل الأعارة المراضي لمدة موسم واحد من شلسي للإنتر مرة تانية في مقابل 8 مليون يورو وسط سعادة طبعاً كبيرة جداً لوكاكو اللي قال إنه لأ نفسه بشكل كبير جداً مع فريق الإنتر في الموسم اللي حق فيه لقب الدوري دي كانت آخر أخبار المركاتو بعد الفاصل نتكلم أكتر على مواجهة النهاردة الأهلي وسموحة بحثاً عن النقطة 47 في السادسة بس نروح لفاصل ونرجع نقابل حضراتكم احترام لفريق سموحة اللي تقدر تقول عليه أنه بقى أو أصبح يعني من القوى البارزة في الكرة المصرية في السنوات الأخيرة وبقى واحد من الفرق اللي دايماً بتنافس حتى على الأقل على الدخول في المربع الدهبي فريق بيلعب كرة محترمة عنده عناصر على مستوى عالي جداً والحقيقة يمكن اللي بيزيد زي ما قلت من صعوبة ماتش النهاردة أنه عنده دافع أو هدف مهم جداً بيحاول أنه يحققه وهي فكرة المكسب عشان يدخل في المربع الدهبي لكن هيهات مش قدام الأهل حاولوا تعملوها مع أي فريق تاني دعونا نتكلم على ماتش النهاردة بالتفصيل والمواجهة المنتظرة وبالمناسبة الفرق دي شلت من الأهل أربعة في آخر مواجهتين. مواجهة الدور الثاني في اسكندرية في الموسم الأخير أربعة صفر ومواجهة الدور الأول واحدة من أفضل فترات له هي مستر بيتسو موسيماني مع الأهل أبداية ولا أروع في بطولة الدورية وكان مكسب أربعة واحد برضو على حسب سموحة. دعونا نتكلم على ماتش النهاردة بالتفصيل مع واحد من نجوم نادي الأهلي. واحد من المسؤولين السابقين اللي تولوا. مسؤولية تدريب فريق سموحة بشرفنا النهاردة نجمنا فيه أستاذة كابتن أحمد عبد الفتاح مسأخيري كابتن أحمد. أهلا يا ميكا محمد وبسوط طبعا أنها رمضى على قناةنا. قناة النادي الأهلي. تنور الدنيا دايما مطش النهاردة الأول مباراة في المتناول ولا مواجهة صعبة ولا شايف المباراة زي. لا طبعا الدوافع مختلفة. في النادي الأهلي عنده دوافع. عايزين نركب الجدول. عندنا مؤجلات. عايزين نكسب المباراة والتانية والتالتة عشان وضعنا الطبيعي نرجع أول الدوري. إن شاء الله. عندنا إن شاء الله دافع كبير جدا. نحن نفوز بطولة الدوري السنة دي بعد خسرتنا الغريبة السنة اللي فاتت. مع أني برضو أنا قد شاف أنها كانت بطولة سهلة جدا الموسم السابق. بس برضو أنا عارف الإجهاد الكبير جدا على اللعيبة. بيدينا بيادعم. بزبط. بزبط. أتمنى إن شاء الله نحن نتغلب على كل اللي بيحصل. أولا عندنا برضو مشاكل السنة دي بعد الرجوع من بطولة أفريقيا. مشاكل كبيرة جدا. ولعبة مجهدة وتغيير جهاز فني. بس الحمد لله رجالة النادي الأهلي. هو كابتن سامي قدر يعمل عملية احتواء. بس احتواء غير الاحتواء. بزي ما بقولك عندنا رجالتنا كابتن سيد عبدالحفيز. كابتن سامي قمصان. كابتن محمد شرف. الجهاز الفني كله. رجالة. وقفنا مع بعض الحمد لله. وقدرنا نكسب مباراة للأخرى إن شاء الله. وإن شاء الله نكمل المكسب النهاردة بمكسب سموحة إن شاء الله. طيب. خلينا أكلمك على كرة سموحة شوية. ويمكن أنت في فترتين مختلفتين اشتغلت مع الفرقة. سموحة من اللي بتلعب جيء مفتوح دايما. ومعندهاش فكرة إنها تلعب زون أو تأفل قدام الفرق الكبيرة زي الأهلي. ومطشاطنا معهم دايما بيقى فيها كرة والملعب يمفتوح ويمكن الأهلي. أنا كنت بستشهد بآخر مطشين لعبناهم. الدور الثاني في اسكندرية السنة اللي فاتت 4-0 صلاح الأهلي. الدور الأول هنا. كنا في عزنا يعني أو في عز تقلق الفريق الحقيقة. عملنا مطش من أحسن المطشاط. 4-1. هل تتوقع أن النهاردة زي ما ربطت بين المقدمات اللي موجودة أو الضافة اللي موجودة عند كل فريق وتحت قيادة طبعا عبد الحميد باسيوني. إن أداء سموحة يختلف ونشوف سموحة مختلفة عن اللي وجهنا في المطشين الأخيرين. ولا متوقع أن سموحة يلعب بنفس الطريقة ونفس الأسلوب قدام النادي الأهلي نهاري. لا أتوقع طبعا سموحة على طول. تفرج عن مباراة سموحة والنادي الأهلي التي تملي فيها أهداف. مباراة سموحة نفسهم وعندهم طمع كبير في النادي الأهلي نفسهم يكسبوا لأن هما جربوا وكسبوا وأي فرقة بتكسب النادي الأهلي بيأخذوا سيط وبيأخذوا حاجات كثيرة جدا هما بيتمنوها لعيب السموحة عندهم مجموعة من اللعبة المميزة جدا. عندهم مثلا عبد الكريم الوادي من اللعبة المميزة جدا وزهر بصورة جيدة جدا. عندهم حارس مرمى على أعلى مستوى هاني سلمان. شايفين أحسن حراس مرمى موجودين في الدور المصري. عندهم خطة فاعة برضو هايل بيشتغلوا كويس جدا. التغيير الجزء الفني من كابتن أحمد سامي من كابتن عبد الحميد بسيوني احنا بنسأل هل احنا شايفين فيه فرق. كابتن أحمد سامي كان عامل شكل جبير جدا وتفوق جبير جدا. بقالوا مسلمين مع اسموحة. ووجزء من صناعة اسمه الحقيقة بالزبط. مع اسموحة. جيل كابتن عبد الحميد بسيوني أنا شايف برضو النتائج إيجابية برضو. ففيش تغيير كتير. بس أنا شايف مع كابتن أحمد سامي كان فيه اثنين لعيبة مميزين جدا. مش موجودين السناعة. أحمد عبد القادر وجوده في اسموحة. ومصطفى فتحة. الاتنين دولة كانوا عاملين قوة هجومية قوية جدا في اسموحة. مش موجودين دلوقتي. وكابتن سامي حقيقة وظفهم ودهم الفرق بالزبط. وهم كان عندهم دوافع انهم عايزين يرجع. واحد عايز يرجع للنادي الأهلي. واحد مصطفى برضو. وكان عايز يرجع نادي الزمالك. وبعدين طلع للدور السعودي. برضو كابتن أحمد بسيوني عنده دافع كبير جدا النهاردة. بعد خسارة في مبارسة اللي فاتت من طلع الجيش. طمعته. عايزة وصل المربع الزهبي. هتلاقي صراع قوي جدا جدا على المركز الرابع. غير السنة اللي فاتت برضو. وطلع الجيش داخل في اللعبة برضو. بعز أولك السنة اللي فاتت كان الأحق بالمركز الرابع سموحة. بس هي الفترة اللي كانت قبل قاله فترة معينة. فالمصري هو اللي دخل المركز الرابع. وللي شارك في الكونفدرالية على أساس. سموحة كان يستحق من المسلم بالصادق. لكن سموحة بقاله ثلاث أربع مواسم بيشتغل على المربع الزهبي. على طول موجود مربع الزهبي بيعتبر من الفرقة الكبيرة لدلوقتي في الدول المصري. والله يبقى حلوة برضو. من ضمن الحاجات اللي تتحسب برضو المسابقة. وإن كانت نشوف أن الدول المصري يستحق يكون في حتة تانية خالص بكتير. وبالذات كمان لو اتفتحت الأبواب للجمهور. وعرفنا نسوق المسابقة. وشكل مختلف. بتهلي كمان منافسة هتبقى مختلفة تماما. بس برضو كونيني بقى فيه ثلاث أربع فرق بينفسها في الحتة دي. وبيزقوا وراء الثلاثة اللي هو الأهلي والزمايك وبيرامدز. إلى حد ما بتخلي الدولي برضو ليه طعم شوية كبيرة. أكيد طبعا أكيد. مع السموحة مع فيوتشر السنة دي. أول موسم عامل حاجة أرواح. طلع عشر يعمل مع طلع الجيش. قالوا حداشر ماتش ما بيخسرش. حاجة حاجة ولا أرواح وداخل في المنافسة وبيفكر في المركز رابع. وكل الأحقية. كل الأدنية طبعا عندها كل واحد عنده دافع عايز يوصل لحاجة معينة. لو اتكلمنا بقى في الأندهاج جمهيري. إذا كان الاتحاد. إذا كان المصر. إذا كان السنة دي مختلفين. السنة دي غير كل سنة. مشكلة للسماعيلي بقانوا موسمين. الاتحاد السنة دي برضو من بورا الأخرى. بدأ يتفوق شوية وبدأ يخش شوية. المصري وبعد تولي كابتن حسام حسن كان 8-9 ماتشاط بيخسر. الأندية الجمهيرية لها شكل. والأندية الاستثمارية لها شكل. عندك السنة دي يعني حسب الموقف اللي احنا وقفين عنده في جدول التلتيب. عندك المقاولين بجلات قدروا بسوالاته بجوالاته وببطلاته الأفريقية. محدد بالهبوط. بسماعيلي. أول فريق يحق بطلة أطار الدورية أفريقية. محدد بالهبوط. بص إحنا كمدربين ونشتغل في الدورة ممتاز بنا فترة طويلة. بنجي قبل الدورة بنعرفين مين أربع فرق اللي هي نفسه على الأربعة ومين اللي هي في نص الجدول. مين الأربع فرق أو خمس فرق اللي ممكن تلاتة منهم ينزل. من أول الدورة المقصة. وشارية الدخان الصفقات اللي عملوها مش هي الصفقات اللي خليهم يعودوا في الدورة الممتازة. فعشان كده من أول مباراة في الدورة هم عندهم مشاكل كبيرة جدا. بيحاولوا وفي يناير حاولوا لكن بعيد جدا. فيه دلوقتي مكان الثالث اللي هو مع المقصة ومع شارية الدخان. هي بصرع قوي جدا جدا بين الجونة والمولين. أي. واحدة فيهم. شافل إسماعيلي بعيد. لأ شافل إسماعيلي مع قوت جماهيره مع القوة اللي فيها اللعيبة دلوقتي مع تغيير الجهاز البنية حمزة الجمل. وشكل الفرقة وحسن عبد الربو. عاملين حالة مع الفرقة. أنا شايف أنهم لا يدروا وعدوا. بس برضو هيعانوا. الموضوع صعب. بس محتاجة الكاتف والجمهور. أنت شايف دلوقتي الجمهور برضو حتى لو ألف أو ألفين. لا بيدعموا أي فرقة. لكن فرقة المقاولين. فرقة الجونة. ما عندهمش جمهور. قبل ما أتكلم على مواجهة أمصان بسيوني عايز أخذك لسامي أمصان في الفترة الأخيرة. إيه اللي عجبك في الفترة أو إيه الحاجات الإيجابية اللي أنت شفت بصمة كابتن سامي أمصان عليها في الفترة اللي تولى فيها المسؤولية بعد رحيل مستر موسيماني. بص أنا هتكلم على سامي المباراة اللي فاتت. ماتش بيرامنز. أشتغل بوقعية عجبتني جدا جدا. أنا كنت بحلل الماتش في الراديو. أنا وكابتن هادي خشبة. طبعا كابتن سامي أنت مدير فني النادي الأهلي. وبتلعب بيرامنز. أي مدير فني طبعا بيبقى عنده الأولوية هجوميا وعايز يكسب وبينزل. عايز يكسب. لكن كابتن سامي نازل عارف عنده المشاكل اللي عنده. المشاكل اللي عنده غياب حوالي 10 أو 11 لعيب. حتى اللعيب اللي بتلعب فيهم عندهم مشاكل زي عمر السولية إجهاد. ديانج برضو مجموعة من النادي. آه برضو لسه فهو عارف اشتغل بمورة بوقعية. عارف فريق بيرامنز فرقة نقول عندها سبات فني. جهاز فني بيشتغل معهم باله فترة. عدوا مجموعة من اللعيبة سكوات من اللعيبة. مميزين جدا طبعا عارفين بيرامنز. عارف ان المباراة على طول بين النادي الأهلي وبييرامنز فيها ندية قوية جدا. لكن اتعامل مع المباراة ان هو اتعامل مدير فني ومدير فني. مدير فني بلعب تاكتك معين. هو بلعب تاكتك معين. مستكبرش. وقالا النادي الأهلي لازم هاجم لعب جيم دفاعي على اعلى مستوى. قدر يعمل من الجيم الدفاعي ده يطلع من المباراة بمكسب. دي حاجة كبيرة جدا مش اي مدير فني. مش عشان انا مسك النادي الأهلي. لا انزل وهاجم وخصر. لا هو عارف عايز ايه من المباراة في ظل مجموعة اللعيبة اللي هو بيشتغل معها. فانا عجبني جدا كابتن سامي. عجبني ادأه من المباراة. عجبني تاكتك النادي الأهلي من المباراة. عجبني روح اللعيبة طبعا انه هما في ظل الغياب دي كلها. لكن مع كابتن سامي عايزين يكبروا اسم كابتن سامي. من من اللعيبة حسيت انه مع كابتن سامي عمصان ابتدى يعني ابتدى يشم ينافسه. ابتدى يتقلق. ابتدى يحس انه الضغوط اللي ممكن كانت موجود عليها قبل كده ما بقيتش دلوقتي فابتدى يعني زي بيقوله طاقته تتفجر اول محمد شريف. شريف. وشريف بدأ داب احرزه كأهداف. المباراة اللي فاتت اه كان بعيد شوية. لكن انا شايف باله طاقتر مبارات. في ايجابية في لعبه. في اهداف. شريف سجل في زمالك وسجل في المحل. في ايجابية. بتكلم على البجمعة من الناشئين. اوكا من اللعيبة العجباني جدا جدا في بلعب. وشكر في الناد الاهلي بلعب في الوصة الملعب بلعب. احتاجوا بباك شمال صابت محمود وحيد. ما هو ناشئين يا كابتان احمد ولا ايه. خلاص صح. كبره واقع الولاد كبره. احنا دلوقتي انا بنقول لعيبة عنده 22 سنة. فاننا خلالنا نقلينا مشينا على النغمة دي زي كل اللي. فعجويني جدا. طهر محمد طهر. برضو احس انه في نشوة كده. وفي تغيير في اداء اللعبه. اتمنى ان اللعيبة كلها ترجع وتفوق. لكن احنا برضو احنا برضو نزان بقولك. تلاحم المبارات. تلاحم المسابقات. لعيبة الدولية اللي جايين من بطولة أفريقيا بطولة عربية بطولة أفريقيا الله يكون فانهم بصراحة كل مباراة بشوفهم بيصعب علي بس الظروف النهاردة يعني كل ما بنعدي أو كل ما بنبعد كل ما الظروف بتبقى أحسن شوية النهاردة فيه كذا اسم بيخصوا القايمة لدرجة ست رجعين ست لعيب بيريح لعيبة اللي حاسس إنها محتاجة ترتاح بالزبط زي عمر السلية مثلا بدر بروننا تولي برضو نفس الحكاية فإلى حد ما كل ما بنروح بعيد كل ما الدنيا يلاحظ إن شاء الله الإسبوع اللي جاي الدنيا تبقى أفضل حان دنيا والسبت طبعا مطش بيترو جات هيبقى مطش برضو صعب قبل النهاية الكاس طب خليني أتكلم على سامي أمصان إزاي شايف أو قاري فكرة عبد الحميد بسيوني وعبد الحميد بسيوني إزاي النهاردة مستعد للأهلي في مواجهة اسكندرية زي ما كنا بنتكلمين شوية رجوع مجموعة من اللعيبة إزاي حسين الشحات بدأ يرجع محمد عبد المنعم علي معلول حمدي فتحي أتمنى أتمنى ونحن نتكلم دلواتي على حمدي فتحي من اللعبة المهمة جدا في النادي أتمنى لأن حمدي فتح يرجع يكون مكتمل شفاقه لأننا بقى أنا فترة حمدي مش عاير بيستعجل ولا هو كتر المبارات برضو بيتخليه عنده دافع النادي الأهلي محتاجه فبيرجع بيشتغل مردين ثلاثة إصابة تانية أتمنى أنه يكون مكتمل شفاقه وفعلا أن حمدي فتحي من اللعبة المميزة جدا 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 في النادي الأهلي وأداءه مهم جدا جدا في النادي الأهلي ونتيجة مبارات الزمالك بعد خروج حمدي فتحي اتغيرت لأن حمدي فتحي خرج من الملعب أتمنى حمدي فتحي اللعبة مهم جدا يكون موجود النهاردة الإصابات زي ما نقول رجوع كل اللعبة دي هتدي فرصة الكابتن سامي يشتغل بارتاحية عنده زي بيشتغل في اللعبة بتريح باسمها تدور اللعبة بيعمل روتشن بين اللعبة دي حاجة مهمة جدا وبتفيده في ظل تلعب زي ما بتقول له وبتقول الدوري تلعب قبل نهاية كاس القديم مش الكاس الجديد وترجع تلعب الكاس الجديد بعدين تلعب مبارات الدوري فأنت محتاج مجموعة من اللعبة تكون مستوى متقارب هي الفرقة اللي بتلعب على دوري وكاس وبتاخد الدوري وبتاخد الكاس لازم يكون مستوى اللعبة عنده 24 أو 25 لعبة مستوى متقارب أتمنى أن كابتن سامي دي بقى الحتة اللي تفيده شوي لأن برضو طبعا جهاز فن جديد بميستر سوارز هيجي برضو بصمته مش هدبان من أول بصمته مش هدبان على أداء النادي الأهل بس هو أكيد هيبليه اختياراته وهو شايف وتفرج وهيتفرج على بيديوات كتيرة لكن كابتن سامي برضو هو اللي عارف طيب خلينا أرى معاك أرقام سموح السنادي وتقرأ السيناريو اللي ممكن يكونوا بيفكروا واجهوا بينادي الأهلي النهاردة وهو العكس صحيح طريقة لعب وتشكيلة الأهلي من وجهة نظر كابتن أحمد عبد الفاتح بس هتسمحولنا وكابتن أحمد تسمحنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامي نطلع أهلا بحضراتكم مرة تانية وقبل ما أكمل كلامي على مطش الأهلي واسموح النهاردة اسمحولي يمكن يكون ردا على جزء من التسألات الكتيرة جدا أو الرسائل اللي مش بس بالجنة لكن حتى الناس اللي بتسألنا في الشارع اللي ما بتتكلموش على المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مهم برضو أوضح لحضراتكم أنه احنا هنا الشاشة الرسمية للنادي الأهلي وبالتالي مش في أوقات كتير ده في كل الأوقات بتأتي أمانة المسئولية قبل الصبق والانفراض وفي أوقات كتيرة وكلام مش على اللساني أعتقد أنه على لسان كل الأسماء اللي بتظهر لحضراتكم على شاشة النادي الأهلي أوقات كتير جدا تبقى عندنا المعلومة من بدري وتبقى عندنا المعلومة من مصادرها لكن سياسة القناة وأمانة المسئولية اللي قلت حقاكم عليها بتحطم علينا أن احنا ما بنتكلمش في حاجة إلا لما بيتم الإعلان عنها رسميا أنا وقدرش أطلع أقول حضرتك من بداية المفاوضات اللي وسطت لعشر وخمسة شهر اسم عن من هو المدير الفني إلى أن يتم التوقيع بشكل رسمي عن نادي الأهلي وهنا أعلن لحضراتكم عن الخبر أو عن الاسم اللي هيتولى المسئولية كان مهم بس التوضيح لأنه حتى الناس في الشارع وكده طول الوقت بتسأل وشغلها بالها قوي السفقات والاسم المدير الفني الجديد نرجع نتكلم على المدير الفني الجديد شايف يعني إيه المطلوب منه بعد مرحلة كابتن سامي أمصان وإيه الحاجات اللي أنت مستنيها منه في ظل المقدمات اللي هيتولى فيها مسئولية كابتن أحمد بمناسبة يعني كلامنا عن المدير الفني وبصرف نظر على اسم أجي طبعا وجيه في وقت صعب جدا أي مدير الفني أو أي حد بيجي عايز يجي من أول الموسم عشان بيبع عنده وقت يشتغل عنده وقت يشغل فكرو أو فكرو يبع مع اللعيبة التكتك اللي هو يلعب به كل حاجات دي طبعا هو مش هيلحق عايز يعرف إمكانيات اللعيبة اللي هشتغلت شغل معنا مش هيلحق بس هي الظروف جات كده فهو محطوط في اختبار صعب جدا في الفترة دي نادي الأهل الجمهوري نادي الأهل أنت عارف لا يقبل إلا البطولة بطولة الدورة صعبة جدا وخسرتنا البطولة زي ما قلنا اللي فاتت السنة دي ما عمدناش خيارين إن احنا نفوز بطولة الدورة إن شاء الله أتمنى له التوفيق هو التوفيق اللي بيخلي إن شاء الله نجاح أي تجربة أكيد الراجل شاف إذا ما شاف حاجات كثيرة لنادي الأهل في فيديوهات وهو هيشتغل على معامة مع حل الأداء كد جايد جدا ومختار جهاز فني على أعلى مستوى لا يواجه بالجهاز بتاعه بالضبط وده بقي لك إن ده مشروع نادي الأهل أو مجل صارت نادي الأهل في رأسة كابتال خطيب جايبين مشروع مش جايبين مدير فني يقول لك يأكل عيش كده لقا ده جايب جهاز فني بتاعه كله من الناس اللي بتنرتاح معها الناس اللي عايز تشغل معها الناس اللي عايز تنجح معها أتمنى له التوفيق إن شاء الله ومع كابتال سامي أمصان كابتال سايد عبد الحافيز وباقي الجهاز واللعيب إن شاء الله يكونوا إيد واحدا إن شاء الله لغاية ما نعدي لذي برضو خطوة صعبة جدا جدا أي مدير فني يمسك فرقة في الفترة دي أتمنى إن شاء الله التوفيق للفرقة نتكلم في مطش النهاردة شوية مصادر الخطورة ونقطة ضعفة فرقة سموحة من خلال متابعتك لها مع كابتال عبد الحميد بسيوني أنا بشوف إنه يعني الحقيقة هم مع كابتال أحمد سامي وإن كانوا بيقدموا كرة ممتعة لكن أرقامهم يمكن اللي معانا إحنا بداية عندنا طبعا الإسم اللي حاك اخترته عبد الكريمي الوادي هو أكتر لاعب صناعة للفرص ثمن صناعة ثمن أهداف مروان حمدي عشر أهداف بالضبط كده والأكتر مشاركة هاني سليمان 26 مواجهة جامعت بينها وبين الأهلي يكسبوا أربعة اتعادلوا سبعة والأهلي يكسب خمسة أشهر مباراة دي أرقام سموحة مع الأهلي بص عايزين نفتكر حاجة مهمة جدا لحيباليها تأثير كبير جدا في مباراة من نهارتا آخر مباراة جامعت بين كابتال عبد الحميد بسيوني والنادي الأهلي كانت مباراة طلاقة الجيش في نهاية كاس السوبر وفوز ببطولة السوبر كان بيشتغل مع طلاقة الجيش بتاكتك معي طلاقة الجيش من نوعات اللعبة اللي فيه حتى كمان نشوفها مع كابتال طرق العاشر مجموعة من اللعبة بتدافع كويس قوي وهو اشتغل في النقطة دي في نهاية السوبر ودافع كويس جدا هل هو لعبة سموحة دي تقدر تطبع نفس الفكرة لا لعبة سموحة بيحب لعبه الجيم المفتوح ممكن يشتغلوا بالطريقة دي لو هو اشتغل معهم فترة طويلة أو حفظهم فترة طويلة لكنه كان بيشتغل مع طلاقة الجيش فترة طويلة بالشكل كده فالفرقة بتلعب بالشكل ده والأسلوب ده لكن فرقة سموحة أداءهم هجومي مساحتهم لعبه الجيم مفتوح نوعات اللعبة اللي موجودة نفسها مش زال نوعات طلاقة الجيش لأ لعبة عندهم طبع هجومي لو فيه لعبة طبع عنده برض طبع هجومي ولعب طبع دفاعي فهل هو كمتل اللعبة حينما سموحة هل هو هل هيلعب بنفس الأسلوب هل هيلعب زون ديفينس هل هيلعب على الهجمة المرتدة ويقفل مساحات الديقة قدام النادي الأهلي لأنه هو برضه غير المباراة اللي بتاعت السوبر دي لعب مباراة برضه في الدوري وانت في السنة اللي فاتت برضه طالع الجيش وانت برضه عاصل مباراة عادل لكن هو فعلا بيعرف لما كان ماسك طالع الجيش كان بيعرف يقفل كواس جدا هل النهاردة بقى سموح هتلعب نفس الاسلوب ده هنشوف المباراة تمسي بشكل ده كابتن سامي أم صالد نهاردة بعد مباراة بيرميد طبعا الموضوع مختلف انت مباراة بيرميد تلعب كاس يعني خايف لازم مكسب وخسار النهاردة بالنسبة لكابتن سامي الحسابات مرتبطة بالمكسب والخسار فكرة الأداء فكرة الحاجات دي يعني تيجي في المرتبة التانية مثلا شايف ان مباراة فترة دي لازم مباراة بالنسبة لك لا تقسم بس كابتن سامي أم صالد لعب قدام المحلة وقدام الزمالك مثلا في الدوري شوط أول عالمي يعني لا تقدرش تقول انه كان متحفز لا لا بقول لك لان كان عنده برضو لعبة ما عندوش كمية الإصابة اللي كانت موجودة المنافس بالنسبة لك انت مباراة النادي الزمالك انت شوط الأولاني عامل مباراة على أعلى مستوى انت اللي واخد الأغلبية وانت الأفضل وانت اللي بتهاجم وانت الأكثر استحواز بزبط كده موضوع اللي عجبني في كابتن سامي انه هو عند بولك وقعية وعارف كل فرقة بيلعبها وبيلعبها بالأسلوب اللي بتلعب به يعني بيذاكر الفرقة اللي بتلعب وبتلعب بشكل ايه وهو بيشتغل على الشكل الفرقة اللي بتلعبه دي حاجة مهمة جدا ودي بيتميز اي مدير فني او اي حد بيشتغل مع الفرقة مش بيشتغل بأداء واحد يعني النادي الأهلي طبعا عشان من أحسن فرقة في الدور المصري وهو البطل وهو هو كل مباراته بينزل بيلعب هجوميا ما عندوش فكرة فعي لكن اول مرة حتى الناس استغربت ازاي كابتن سامي ازاي يلعب الاسلوب ده قدام بيرنز ازاي ان بيرنز طول المباراة هي اللي وقدر استحواز والنادي الأهلي مش وقدر استحواز فده فكرة مدير فني ونجح به اتمنى ان شاء الله اتمنى ان شاء الله ان هو ينجح بالفكر ده النهاردة ان شاء الله وكابتن سامي محتاج برضو ثقة ان هو بعد بيكسب بلو 4-5 مطشات مسجد فيها وبيكسب اتمنى ان شاء الله ان المكسب النهاردة برضو ده حاجة مهمة جدا احنا محتاجين مكسب مباراة اخرى عايزين زي ما بنقول نركب الجدول عندنا مطشات صعبة جدا جدا اتمنى ان شاء الله ان ادخل حمدي تحسه نزل الملعب هو حمدي كده هو حمدي وشخصيته تحس في الملعب زي برا الملعب تحس بص الوشه تركيز يعني العيبة مثلا تشوفش شحاد يعني بص صلاح محسن صلاح محسن أنا مرمته جيش شوي في اسموحه معنا عضوه يتحك حمدي داخل عارف يعني جزب الجد هذه شخصيت العيب حتى الشخصيت كباب بتبني في اداءه في اللعب حمدي من لعبة الرجالة اللي انت بتشوفه في الملعب كأي مدير فني بيرتاح. اللي بيكون عنده واحد زي حمدي فتح في الملعب. بس بعيدا عن الكرة يعني سيبك من الكرة والأداء والتباين في المستوى والتباين حتى. أو يعني الاختلاف فين في طريقة اللعب ومواجهة الفرق المختلفة. يعني تقدر تقول انك لعبت قدام بطريقة مختلفة عن طريقة اللعبت بيها قدام الزمارك. قدام طريقة اللعبت بيها مع استين كامباني. سكور حلو وفي ظل برضو كان رئيبت كثير جدا. لكن في احساس عامة عند الناس كلها انه الفرقة رغم الظروف الصعبة دي. انه روح المعنوية بقت أعلى. انه اللعيبة بقت يعني منتشية. طاهر ده منور ربيعة وكلهم الحقيقة كان عليهم كلام كتير. يعني ربيعة قاعد طول الموسم بيسمع عن كلام انه انا اعرى وانا مكمل ومش مكمل وقاعد ما بيلعبش. اول ما رجع تحس انه ربيعة الولادة انجديد. طاهر حالة فوقان. حتى الشباب الصغير. احساسي احساسي. دي العلاقة اللي بينهم بين كابتن سامي وصانا. عايزين ينجحوه. كابتن سامي بقاله فترة معهم كمدرب عام. انا عشان اشتغلت المدرب عام فترات طولة جدا مع مدربين كبار. المدرب العام ده اللي يتطب على اللعيب. في الظل الصدمات الكبيرة جدا مع المدير الفني. مستر مصماني اكيد فيه صدمات مع اللعيبة ما بتلعبش. لعيبة بعادة احتياطي. فيه مشاكل. المدرب العام ده اللي يتطب. ياخد اللعيب ما تزعلش. انت الفرصة ليك. فعلاقته باللعيبة جيدة جدا. فما جاءت الفرصة وهو برقم واحد. احساسي ان اللعيبة عايز تردله الجميل. جيد. ففيه دعم كبير جدا من اللعيبة. ده العلاقة اللي بينه ومن اللعيبة. فعلا ظهرت في الأداء النادي الأهلي. وفي نتاج المباراة النادي الأهلي. فالعيبة النادي الأهلي طلعت رجالة. فعلا رجالة. ان هما يقفوا مع كابتن سامي في الموقف ده. لان في أي حد في الموقف ده. في ظل الصروف الصعبة. لان فعلا ظروف صعبة. مدير فن النادي الأهلي. لا لا ظروف صعبة. ان انت بمسك النادي الأهلي وهو مش في حالته. وهو عنده مجموعة من الأصابات كبيرة جدا. مع داخل مع مباراة. عندك مباراة قمة زمالك. عندك مباراة كاس مع بيرميدز. انت شلت تقيل كل. بالظبط كده. انت جبت 90% من النتاج من المباراة دي. فتها النتيجة كبيرة جدا. تؤهلك ان انت مجلس الإدارة. تعرف ان احنا عندنا مدير فن كبير. في وقت الأوقات نحتاج له لأهلي. في يعني. خيقول عامل مستجد. او ممكن يبقى مختلف في مطش النهاردة. وهو. وده بالنسبة للعيبة. وهي فكرة انه النهاردة. ممكن يبقى فيه. بترصد. وبتحلل وبتقيم. وبتتعرف على امكانهت. ده ممكن يؤثر سلبا. انه يحط اللعب تحت ضغط انه مترائب. او بيتقيم. فيؤثر سلبا. ولا يبقى واحد من الدوافع. ده انا هو. فبالتالي يبقى لي تأثير ايجابي على اللعبين. وبالتالي الفريد. لا هو طبيعي ايجابيين. طبيعي ايجابيين طبعا. كل واحد عايز يظهر نفسه. كل واحد عايز يثبت. المدير الفني اللي هو عارف يتفرج عليه. ان انا بلعب في الناد اللاهني. ان انا رجل اساسي. لازم يظهر بشكل معين. لازم برضو عايز اقولك ان اي مدير فني. بيبني افكار. بيسمع و بيشوف. لكن برضو يعنيه لي رؤية. عنده فكر لو فيه فكر مختلف. ممكن يكون لعيب جيد جدا. لكن هو مع فكره. شايف ان اللعيب ده مش متناغم. مش هنفذ له فكره. لكن كل واحد دلوقتي النهاردة. لا طبعا عايز يثبت نفسه. عايز يقولي المدير الفني. انا رقم واحد في مكاني. انا عايز امتفديه. هتلاقي شكل الناد الاهل النهاردة. شكل مختلف. هتلاقي فيه حماس. فيه شكل غير المباراة اللي فاتت. لما اي فرقة بيمسكها مدير فني. حتى تلاحظ اي فرقة في الدور الممتاز كله. اي فرقة معها جهاز فني. تلاقي المباراة اول مباراة بشكل مختلف تماما. لان كله عايز يثبت نفسه المدير فني. انا الحق ان انا متواجد كأساسي في الفرقة. طيب تختار لنا الطريقة والتشكيل النهاردة. تتوقع يكون فيه اختلاف كبير عن اخر ماتش. ماتش بيراميدز. والله اكيد اه فيه كثير. فيه كثير. في ظل رجوع اللعبة اللي كانت مصابة. اتمنى ان شاء الله. يعني مثلا في وجود النهاردة علي معلول. نقول الطريقة الاول. الطريقة اكيد اللعب. اربعة تنين تلاتة واحد. وابتدى اربعة تلاتة تلاتة الماتش الأخرى. انا شايف انها ممكن يلعب يرجع الطريقة طبعية. اربعة تنين تلاتة واحد. واسحات على فكرة كابتن سامي بيغير. يخليها بيلبى في الوقت من الوقت تلاتة. اللي كان يحبها مستر بوثماني تلاتة اربعة تلاتة. بس الماتش اللي فات كان مبتدي في نص ملعب. بديانج والسولية. وبعدها المحمود واحد راح خرج. ورح منزل. رجع كوكا وراء. بالضبط كده وزود القدرة. فممكن ياسر إبراهيم وربيعة. اللي عبنا مرضو لسه ممكن يفكر انه يخليه شوية. لسه رجع من الصابة. بس ممكن ياخد في الماتش. كمدير فني. تلعب مطشين كل ثلاثة ايام. يعني انت النهاردة الأربع. يا دوبك هترجع مسكندرية. هتلعب يوم السبت. انت محتاج تدخل لعيبة فورما برضو. أكيد بس كالنادي الأهلي ومكسب. ما يفكرش في حتة الدفعية أو في التغيير. انت عايز تكسب تغييراتك كلها. عايز تتفوق بالضبط. لكن لا يحصل اي حاجة. ممكن يكون متواجد. ممكن نغير في الطريقة. مثلا يلعب اثنين ياسر وربيعة. ممكن يقلبها ثلاثة يلعب. محمد ابن محمد ثلاثة يلعبه. يدي حرية المعلول مثلا يشتغل قدام. لو اشتغل نهاية الشمال. بالضبط كده. الطريقة التي كانت محببة لمسط المسلميني. السلية النهاردة ممكن يرتاح. السلية برا القائمة. كان مهم جدا. يوبا ديانجو حمد فتحي. نص ملعب. أفشة. أتمنى أن يكون محمد شرفة مموجود. في طهر محمد طاهر. أحمد عبدالقادر. أحمد عبدالقادر بردو. مميزة جدا. كنت أتمنى أن يكون متواجد النهاردة. في حسين الشحات. في بيرستاو. برضو غيبات كثيرة. عبدالقادر و بيرستاو. غيبات كثيرة جدا. لا أعتقد. بيترو جيت. بس كنت أقول في البداية. الخط الهجوم لأهلي. كله سجل في الفترة الأخيرة. طاهر محمد طاهر. طاهر صلاح محسن. حسام حسن. على فكرة أعيز أشيد بصلاح محسن. بقال له مبارتين بينزل بصراحة. بيظهر مستويات جدا. و ظهر في مبارات بيرمز بالذات. عندما نزل كان شكل غير من شكل أداية نادي الأهلي. حسام حسن بعد أحرزه الهدف المباراة. هيبقى حسام حسن تاني خالص. برضو نساني التكلم على موضوع حسام حسن. مع ميسر موسيماني. والدعم اللي كابتن سامي بقال له. ثلاث ماشرات بيتديره. إنه ينزل كل مباراة. والحمد لله إنه سجل. إنه سجل. أنا مردت في اسمه حسن من المهاجمين الجايدين جدا. وعلى فكرة حسن يعمل ويعمل مجود قوي جدا. لكن كان غايب عنه التوفيق. اتبسطت جدا من الهتف اللي جابه ده. إن شاء الله يباليه دور النهاردة. حتى لو في وقت المباراة يجب برضو ليه شكل مختلف. عندنا في مشكلة لحتة اللعب بالرأس. عندنا كمهاجمين نادي الأهالي. ففيش غير حسن حسن بيجد. بالضبط. هو لجل ودسة الملعب. والسجل في ماتش مهمة جدا. مباراة صعبة جدا. تبدأ بداية تقلق إن شاء الله. حتمن يا رب. اللي كتير الحقيقة من ضيوفي. مش بس كابتن أحنا. بفتاح كتير من اللعيبة والنجوم النادي الأهلي. وكتير من المدربين. كانوا شايفين إنه في رهان كبير جدا عليه. وأعتقد إن شاء الله. الفترة اللي جايه يثبت إنه كان جدير بالرهان ده. بشكرك شكرا جزيلا كابتن أحمد. ناورت وشرفت معنا. بنسعد بيك دائما في السادسة. كل التوفيق إن شاء الله لرجالتنا النهاردة في مباراة سموحة. إن شاء الله تكون صهرة ممتعة كده. في اسكندرية وجمال اسكندرية في الصيف. وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يرجع بثلاثة بنت. ويعزز من فرصه في الحصول أو الوصول لصدارة الدولي الممتاز مرة تانية. بعد دقائق هتقابله طبعا زميل عزيز كابتن أيمن شاوي في السوديو التحليلي للمباراة. يبدأ طبعا مع ضيوفه اللي يشارفونا في السوديو التحليلي. يتكلموا على المباراة بكل تفاصيلها. بشكر حضرتكم على المتابعة. وعلى كل خير دايما نتقابل على شاشة الأهل.